انخفاض على درجات الحرارة يوم الجمعة واجواء صيفية اعتيادية في معظم مناطق المملكة واجواء حارة في منطقة البحر الميت والعقبة والتفاصيل بعد هذا الفاصل والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اهلا بكم الى نشرة نهاية الاسبوع من تقص العرب اذا تكون الاجواء صيفية اعتيادية في معظم مناطق المملكة مع وجود انخفاض على درجات الحرارة يوم الجمعة كما نشاهد من خراءة درجات الحرارة نشاهد يوم الجمعة في ساعات النهار تكون درجات الحرارة اعتيادية ولكن ما ساعات الليل تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا حتى مع يوم السبت ننتقل لمعرفة درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة عمان حتى تكون الاجواء صافية درجات الحرارة تصل الى 20 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل الى 10 كم في الساعة اما في ثلاثة ايام القادمة في العاصمة عمان يوم الجمعة والسبت والأحد درجات الحرارة ما بين 30 الى 31 درجة والاجواء صافية في ساعات النهار وايضا في ساعات الليل اجواء صافية ما بين 20 الى 21 درجة ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في اغلب مناطق المملكة نبدأها شمالا من اربط 22 الى 20 ليلا في المفرق 34 الى 18 ليلا جرش 33 الى 20 عجلون 30 الى 17 درجة في ساعات الليل في العاصمة عمان 31 الى 20 زرقاء 35 الى 19 ضرقاء 31 الى 20 درجة مئوية مادبة 30 نهارا وعشرين ليلا في البحر الميت اجواء حارة 40 درجة مئوية نهارا و28 في ساعات الليل كرق 31 الى 21 طفيلة 30 الى 22 درجة مئوية جبال الشراء 29 الى 20 درجة في معان 35 الى 21 وفي العقبة 39 نهارا و28 درجة في ساعات الليل رويشد 41 الى 22 اجواء حارة صفاوي 38 الى 21 واخيرا في الازرق 38 الى 20 درجة مئوية نتمنى لكم عطلة نهاية اسبوع سعيدة الى ان نلتقي في النشرة قادمة دمتم في امان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات LG الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وانفينيتي في الاردن المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركات للتطوير العقاري